القول الثالث في المسألة وهو القول الذي يقول بأن كل المناصب التي ثبتت للأنبياء وللمرسلين من الحفظ والولاية على التصرف في الأموال والأنفس وتنظيم الحياة وحفظ الأمة وإلى آخره كلها أوكلت لمن إلى الأم وهذه ولاية الفقيه التي يقول بها أصحاب نظرية ولاية الفقيه المجعولة من قبل الشارع من أولئك الذين صرحوا بهذا المعنى السيد الإمام قدس الله نفسه في كتابه البيع المجلد الثاني صفحة 473 في الاستدلال على ثبوت الولاية للفقيه بنطاقها الواسع وكيف كان قوله أمناء الرسل يفيد كونهم أمناء لرسول الله صلى الله عليه وآله في جميع الشؤون المتعلقة برسالته وأوضحها زعامة الأمة وبسط العدالة الاجتماعي من أوضح مصاديق ماذا الأمانة على الأمة وما لها من المقدمات والأسباب واللوازم هذه كلها من وظيفة من؟ من وظيفة الفقهاء بالمعنى الذي ذكرناه للفقهاء فأمين الرسول أمين في جميع شؤون الرسول وليس شأن رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر الأحكام فقط حتى يكون الفقيه أمينا فيه هذه إشارة إلى القول الذي ذكره الشيخ الأنصاري بل المهم إجراء الأحكام والأمانة فيها أن يجريها على ما هي عليها يعني مو فقط البيان وإنما التنفيذ والتطبيع خذ مو فقط أن الزكاة واجبة أن الصلاة واجبة أن الخمسة واجبة أن الحدود واجبة بل ماذا؟ يجب عليه إقامتها ماذا؟ في الأمة من الواضح أن البيان الحكم الشرعي والمعارف شيئون وتنفيذها وتطبيقها في حياة الناس شيء آخر سيد الإمام من أولئك الذين يصرحوا بهذا المعنى في مواضع ومنه هذا الموضع ترجمة نانسي قنقر